الوحدة الثالثة التكيف في الكائنات الحية على الدرس الأول وهو درس البيئات سوف نتعرف في هذا الدرس على البيئات المختلفة التي توجد في الكرة الأرضية نشاط واحد بيئة فلسطين دعونا نتأمل هذه الصورة ما هو المكان الذي نسقن فيه؟ ماذا يسمى؟ أحسنتم يسمى البيت أما المكان الذي نلعب فيه؟ ماذا نطلق عليه؟ ماذا يسمى؟ ممتاز يسمى الملعب أما الصورة الثالثة ما المكان الذي ندرس فيه؟ أحسنتم وهو المدرسة إذن المكان الذي نسكن فيه هو البيت والمكان الذي نلعب فيه هو الملعب أما المكان الذي ندرس فيه هو المدرسة دعونا الآن نتأمل هذه الصورة كما طاب منا أحمد نتأمل ماذا يوجد في هذه الصورة؟ ولنجب أحمد على أسئلته المختلفة هيا نقرأ ما الكائنات الحية التي يوجد في الصورة؟ دعونا نتأمل هذه الصورة ماذا يوجد من كائنات حية؟ أحسنتم الخاروف أيضا ماذا يوجد؟ ممتاز البقر هل يوجد كائنات حية أخرى؟ ممتاز أيضا يوجد الأعشاب وأيضا يوجد الأشجار ممتازون دعونا نرى من شام ماذا يوجد عندك يا شام؟ تسأل شام عدد المكونات الغير حية في هذه الصورة هل يوجد مكونات غير حية في هذه الصورة؟ أحسنتم يوجد لندي الهواء؟ أيضا هل يوجد مكونات آخر؟ ممتاز أيضا توجد التربة شام لديها سؤال آخر هل تستطيع الكائنات الحية العيش في مكان لا يحتوي على هواء وماء وتربة؟ برأيكم هل نستطيع؟ أحسنتم أحسنتم كلا لا نستطيع لا نستطيع ماذا نطلق على المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية وتتفاعل معه؟ أحسنتم مكونات الحية وتتفاعل معه هيا نقوم بحل نشاط اثنين مكونات البيئة لدينا مكونات في البيئة مكونات حية ومكونات غير حية برأيكم ما هي المكونات الحية؟ أحسنتم وهو النبات والحيوانات وأيضا الإنسان أما المكونات الغير حية؟ أحسنتم لدينا الهواء والماء وأيضا الشمس وأيضا التربة إذن المكونات الحية هي النباتات والحيوانات والإنسان أما المكونات الغير حية؟ الهواء والماء والشمس والتربة أما الآن دعونا نتعرف على نشاط ثلاث البيئات مختلفة لدي هنا الكرة الأرضية ماذا يوجد على الكرة الأرضية؟ على سطح الكرة الأرضية أحسنتم يوجد يابسة وأيضا ماذا يوجد؟ ممتازين يوجد ماء إذن لدي على سطح الكرة الأرضية يابسة وماء دعونا نسأل هل اليابسة مكان؟ أحسنتم نعم هل يعيش عليها الكائنات الحية؟ نعم تعيش فيها الكائنات الحية هل الكائنات الحية تتفاعل مع هذه اليابسة؟ أحسنتم يترى هذا تعريف من؟ تعريف البيئة إذن أستطيع أن أقول أن اليابسة هي عبارة عن بيئة إذن أستطيع أن أقول أن اليابسة بيئة وما رأيكم بالماء؟ هل يعتبر الماء بيئة؟ كيف نتعرف من خلال التعريف؟ هل الماء مكان؟ نعم هل يوجد في الماء كائنات حية؟ أحسنتم أيضا يوجد كائنات حية في الماء هل هذه الكائنات الحية تتفاعل في الماء؟ هل تستطيع الحصول على الغذاء والماء وتتكاثر؟ نعم إذن أستطيع أن أقول أن الماء بيئة إذن لدي على الكرة الأرضية بيئتان اليابسة والماء دعونا الآن نتأمل بيئة اليابسة تنقسم بيئة اليابسة إلى أربعة أقسام أولها المنطقة الصحراوية الثانية منطقة الغابات أما الثالثة المنطقة القطبية وأخيرا منطقة المراعي والحقول إذن بيئة اليابسة تنقسم إلى أربعة أقسام منطقة الصحراوية والغابات والمنطقة القطبية وأخيرا منطقة المراعي والحقول الصحراوية دعونا نتعرف على المنطقة الصحراوية من حيث الحرارة والأمطار والنباتات والحيوانات والسكان أولا دعونا نتعرف كيف تكون الحرارة في المنطقة الصحراوية أحسنتم تكون شديدة الحرارة تكون شديدة الحرارة أما الأمطار ما رأيكم؟ أحسنتم قليلة الأمطار قليلة الأمطار أما النباتات؟ أحسنتم أيضا النباتات تكون قليلة جدا وما رأيكم بالحيوانات؟ أحسنتم أيضا الحيوانات التي تعيش في المنطقة الصحراوية تكون قليلة وما رأيكم بعدد السكان؟ أحسنتم أيضا تكون قليلة إذن في المنطقة الصحراوية تكون شديدة الحرارة وقليلة الأمطار وقليلة النباتات وأيضا قليلة الحيوانات والسكان دعونا الآن نتعرف على المنطقة الغابات برأيكم كيف تكون الحرارة في منطقة الغابات؟ أحسنتم تكون معتدلة ليست شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة تكون معتدلة أما الأمطار الأمطار تكون غزيرة جدا الأمطار تكون غزيرة جدا أما النباتات تأمل الصهرة كيف تكون؟ أحسنتم تكون غنية بالأشجار أشجار كثيفة جدا في منطقة الغابات والحيوانات التي تعيش في منطقة الغابات تكون هذه الحيوانات مفترسة مثل مان؟ مثل الأسد والنمر فهي حيوانات مفترسة فهي حيوانات مفترسة الآن نتعرف على المنطقة القطبية كيف تكون الحرارة في المنطقة القطبية؟ أحسنتم تكون شديدة البرودة إذن في المنطقة القطبية الحرارة تكون شديدة البرودة أما الأمطار أحسنتم تتساخط الثلوج في المنطقة القطبية تكثر الثلوج لذلك يكون سطحها أبيض من الثلج أما النباتات أحسنتم تكون قليلة هذه النباتات في المنطقة القطبية والحيوانات أحسنتم أيضا تكون قليلة في المنطقة القطبية برأيكم مثل من؟ مثل البطريق والفقمة فالبطريق والفقمة تعيشان حيوانات تعيش في المنطقة القطبية الآن نتعرف على منطقة المراعي والحقول حين نتعرف على خصائصها من حيث الحرارة كيف تكون الحرارة في منطقة المراعي والحقول أحسنتم تكون معتدلة الحرارة ليست شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة معتدلة أما الأمطار أيضا الأمطار تكون معتدلة ليست غزيرة ولا قليلة تكون معتدلة أما النباتات تأمل الصورة ماذا تشاهد؟ أحسنتم تكتف فيها الأعشاب فهي منطقة عشبية برأيكم ما الحيوانات التي تعيش في منطقة المراعي والحقول؟ أحسنتم حيوانات الأليفة مثل من؟ مثل الأبقار مثل الخرفان غيرها من الحيوانات الأليفة هل يفضل الإنسان العيش في منطقة مثل هذه المنطقة المراعي والحقول؟ نعم فإن الإنسان يعيش في منطقة المراعي والحقول فإذا ليكثر فيها السكان أحسنتم ثم الآن دعونا نتهرب على الخصم الثاني من البيئة وهي بيئة المائية وهي البيئة المائية ما هي خصائص البيئة المائية؟ كما تعلمنا سابقا فأن البيئة المائية تكون هي النسبة الأكبر التي تغطي الكرة الأرضية فأنها تغطي 70% أيضا هل يوجد كائنات حية فيها؟ أحسنتم فيها تعيش النباتات مثل الطحالب أيضا هل يوجد فيها حيوانات؟ أحسنتم بالطبع تعيش فيها الحيوانات مثل الأسماك وأسماك القرش وغيرها من الأسماك المتنوعة هيا نستمع معا لنشيد أقسام البيئة ترجمة نانسي قنقر أسماك فيها تسو بشمال وبهار تسو بشمال وبهار أقسام أشكال شتى عدة بيئات مختلفة قابات بيئة قطبية حقل مرعى أو صحراء حقل مرعى أو صحراء كما لم يزري في الصحراء أو شودا يسبح في الماء أولنا مجدرا في الحقل صفر حلقة في الأشواء بيئتنا بيت الأحياء قسمتنا بس قسمتنا صورها البارئة داعها تسور شبال وبهاء تسور شبال وبهاء فقمة جميلة شاهدناها تسقب في الترش عرفناها بطريق يزو في لطف ضب قطبي متفكّن فقمة جميلة شاهدناها تسقب في الترش عرفناها بطريق يزو في لطف ضب قطبي متفكّن برد عاصفة سرشية بيئة جليدية قطبيّة برد عاصفة سرشية بيئة جليدية قطبيّة أشجار الغابات كثيفة حيوانات فيها مخيفة أسد نمر فحد ذئب مطر أغناها بالماء مطر أغناها بالماء أشجار الغابات كثيفة حيوانات فيها مخيفة أسد نمر فحد ذئب مطر أغناها بالماء مطر أغناها بالماء أرض صفراء جرداء نادرة فيها الأحياء لا مطر لا زرع أخضر قاحلة تلك الصحراء قاحلة تلك الصحراء أرضاً جفراء جرداء نادرة فيها الأحياء لا مطر لا زرع أغناها بالماء قاحلة تلك الصحراء قاحلة تلك الصحراء كمية مطر مطبولة وحرارة جداً مطبولة قصب أخضر رايجول تلك مراعي تلك حقول تلك مراعي تلك حقول كمية مطر مطبولة وحرارة جداً مطبولة قصب أخضر رايجول تلك مراعي تلك حقول تلك مراعي تلك حقول دعونا معاً نكتب السلوكيات التي يقوم بها الطالب للمحافظة على البيئة من خلال هذه الصور في هذه الصورة ماذا تشاهد؟ أحسنتم يقوم بإطفاء النار بعد استخدامها لماذا؟ أحسنتم لمنع انتشار الحريق أما الصورة التالية ماذا يفعل هنا؟ أحسنتم يقوم بزراعة النباتات والعناية بها أما الصورة الأخيرة ماذا تشاهد؟ أحسنتم المحافظة على نظافة الأماكن العامة إذن حتى نقوم بالمحافظة على البيئة يجب علينا إطفاء النار بعد استخدامها وزراعة النباتات والاعتناء بها وأيضاً وأهم هذه الطرق المحافظة على نظافة الأماكن العامة أحسنتم ثم أتجاركو أحسنتم 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 أحسنتم